تزامنا مع اليوم العالمي للسكري الذي يوافق الرابع عشر من نوفمبر نظمت جمعية أصدقاء السكري التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ماراثون أصدقاء السكري الثالث عشر وذلك على كورنيش العاصمة أبوظبي بالتعاون مع شركة موشن انترنشنل لتنظيم المعارض والفعاليات وذلك بمشاركة شركات ومؤسسات حكومية وطبية متخصصة في أدوية السكري والعديد من الأفراد من مختلف الفئات المجتمعية وتحت شعار الوصول إلى الرعاية الصحية مثل ما نعرف نحن الرعاية الصحية ليس بكل الناس يقدرون أن يوصلوا لها سواء من ناحية الأدوية المتوفرة أو من ناحية التثقيف الصحي اللازم لمرض السكري وهذه الحملة تركز على هذا الشيء أهمية التثقيف وأهمية الوصول إلى الرعاية الصحية السليمة كل سنة نسلط الضوء على ثيم معين السنة هذه قررنا نين العاصمة أبوظبي ونفتخر بوجودنا هنا اليوم يأتي الماراثون الرياضي استمرارا لنهج الجمعية الرامي إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية رياضة الجري وممارسة النشاط البدني وجعله أسلوب حياة وجزء لا يتجزأ من الثقافة الاجتماعية إلى جانب لفت أنظار المجتمع لفئة مرض السكري ودعمهم معنوياً استخدموا أسلوب حياة صحية في حياتكم وهذا يتضمن أن تجعلون الرياضة جزء من جدول حياتكم وأيضاً اهتموا بالأكل الصحي مارسوا رياضة المشي وأيضاً رياضة ركض هنا نشارك بمسابقة رياضية بكل وين نبرز فيها دعمنا للصحة واللياقة البدنية يعد مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تحتاج للتوعية وتغيير الكثير من العادات الحياتية والمتابعة المستمرة وإجراء التعديلات حيث أثبتت الدراسات أن اختيار نمط الحياة الصحي بما يتضمنه من الغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني يساعد في منع حدوث 50 إلى 70% من حالات السكري النوع الثاني ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 600 مليون في عام 2030 حياكم الله للحديث أكثر حول الماراثون الرياضي لأصدقاء السكري تنضم إلينا عبر هذا الاتصال الهاتفي سعادة خولة طاهر الحاج رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء السكري والتابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بيأشارقة حياة شاء الله صلى الله عليه وسلم أهلاً مرحبا أياكم الله وأهلاً وسهلاً فيكم يعطيكم العافية في البداية بالتأكيد على تنظيم مثل هذا الماراثون بشكل دوري وفكرة جميلة جداً الحقيقة الانتقال به من إمارة الشارقة إلى إمارة أبوظبي خلينا نتكلم في البداية حول هذا الماراثون وعن اختيار إقامته في العاصمة الحبيبة أبوظبي من أهم أهداف جمعية أصدقاء السكري نشغل الوعي الصحي والمعرفي بالسكري وأعراضه وكيفية التعايش معها أو تفادي نعم وبعد أن تم إشهار جمعيتنا من قبل وزارة تنمية المجتمع أصبح لزاماً علينا أن نتوسع عبر فعالياتنا لكافة الإمارات وقد اخترنا أن تكون بدايتنا العاصمة أبوظبي لأنها أحدى الوجهات الفريدة لجميع أفراد العائل وتصنف ضمن المدن الأكثر أمناً في العالم وقد اخترنا أن يكون الماراثون على كورنيش أبوظبي لأنه وجهة مثالية لمحبي المزارات السياحية المتنوعة ويندرج ضمن قائمة أشهر الشواطئ وأكثرها زيارة وقد قوبلنا بكل الحب والترحاب بعد أن تعاقدنا مع شركة موشن انترنشنل للمعارض والفعاليات فكان يوماً ترفيهياً جميلاً جداً لا ينسى نعم جميل الحقيقة نحن نشاهد الصور الآن لهذا الماراثون وأعتقد استاذة بأن المشاركين في هذا الماراثون يختلفون قليلاً عن المشاركين بالعادة في إمارة الشارقة أو في مدينة الشارقة بالتحديد وتفاعلهم بالتأكيد سيكون مختلف نوعاً ما دعينا نتحدث عن الجمهور وكذلك الجمهور المستهدف في الأساس من هذه الفعاليات نعم كان العدد على شاطئ أبوظبي عدد كبير جداً وفاقة وقعاتنا قد شارك أكثر من ألف شخص وكان متنوعين بين الرجال والنساء حتى الأطفال أخذ على عاتقهم بالدخول في سكة الماراثون ثم الانطلاق ماشاء الله يعني كان الحضور والمشاركة منقطعة النظير ضئينا تفاعلاً كبيراً منهم فقرات الفعالية كانت متنوعة جداً وحب الجميع أن يشارك حتى الذين كانوا على الشاطئ انضموا إلى هذا الماراثون وشاركوا في فقراته أيضاً هذا كان على أرض الواقع الذي رأيناه أما على منصات التواصل الاجتماعي انتشر وسم الجمعية على العديد من المواقع الأكترونية فكانت المشاركة فاعلة ولله الحب جميل جداً كيف كانت المشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي؟ انتشر وسم الجمعية واخذ كثير يعني يعملون لي هذه الفقرات الجمعية وتنتشر على كافة المواقع نعم على كثير من المواقع وفي عدد من المواقع طلبوا منا كثير من الصور والفيديوهات حتى يقومون بنشرها على مواقع مخاصة المشهورة منها هذا اندل على الشيء الحقيقة صادة خولة فهو يدل على مدى الوعي لدى الجمهور في دولة الامارات العربية المتحدة سواء كانوا من مواطنين أو مقيمين كثرة العدد الحقيقة وتنوع الفئات المشاركة ما هو إلا دليل على درجة كبيرة من الوعي لديهم دعيني نتحدث الحقيقة حول الشركاء والرعاء لهذا الماراثون نعم كنا محظوظين جدا بشركائنا الذين ساهموا بأن يكون يومنا ممين ويحفر في الذاكرة أود أن أشكرهم جميعا بدءا بشركة موشن انترنشنل للمعارض والفعالية ثم شرطة أبوظبي أيضا دائرة البلديات والنقل أيضا صحة شركة أبوظبي للخدمات وتدوير والعديد من المؤسسات الحكومية حقيقة في إمارة أبوظبي والشركات الطبية والمتخصصة وتلفزيون الشارقة الذي أبى إلا أن يشاركنا حيث وصل معنا إلى إمارة أبوظبي له كل الشكر والتقدير صراحة لا فواجبنا بالتأكيد أستاذ خولة ماذا عن المعرض المصاحب لماراثون أصدقاء السكري والذي يقيم على هامش هذه الفعالية نعم أضاف وجود المعارض المتنوعة للشركات الطبية رونقا خاصا على هذا المرسل طبعا كانت هناك خيام وفي هذه الخيام كانت تعرض كثير من منتجات الطبية وكان قبال الناس عليها منقطع النظر رأينا التفاعل الجميل من قبل الجمهور مع هذه الشركات وكانت الشركات ترد عليهم على الاستشارات الطبية وكان هناك أيضا فحوصات طبية من قبل هذه الشركات فكانت تفاعل جميل جدا بين الجمهور وبين هذه الشركات في المعارض المصاحبة جميل أيضا تخلل الفعالية عفوا توزيع نشرات صحية توعوية إلى جانب تنظيم فقرات ترفيهية ومسابقات وجوائز كذلك للمشاركين في هذا المرسون دعينا أيضا نعرف سادة المشاهدين عليها نعم هدفنا الرئيسي في جمعيتنا أن نقوم بنشر التوعية صحية لمرض السكري بكل السبل المتوسرة نعم فحرصنا على توفير كتيبات ونشرات صحية تثقيفية شاملة لكل ما يحتاج المرء إلى معرفته عن السكة وأسبابه وأنواعه وطرق الوقاية منه نعم وقد تم تقديم فحوصات سكرية مجانية للحضور كانت للفعالية فقرات منوعة مليئة بالترفيه والمسابقات والجوائز للكبار والصغار حيث تم تخصيص ركن خاص بالأطفال خاصة مرض السكري تم من خلاله توفير ألعاب وجوائز وهدايا متنوعة بهدف التثقيف بطرق منهجية تتناسب مع أعمار هؤلاء الأطفال نعم كل الشكر والتقدير لكم سعادة خولة طاهر الحاج رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء السكري بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة شكرا لك حياكم الله شكرا جزيلا الله يحييت شكرا أيضا للحديث مشاهدين أكثر عن فعاليات اليوم العالمي لمرضى السكري يسرنا أن تكون معنا في أستديو أماسي الأستاذة آمنة أحمد الحصان سكرتير تنفيذي في جمعية أصدقاء سكري التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة حياة الله آمنة مساء الخير وأهلا ومرحبا يعني في البداية دعينا نتحدث عن سبب اختيار هذا اليوم لإقامة فعالية الدائرة الزرقاء مثل ما تسمى تلبية للدعوة الفدرالية العالمية اليوم العالمي السكري قد تم اختيار شعار الدائرة الزرقاء تضامنا مع اليوم العالمي السكري الذي يصادف في 14 نوفم ورمي في كل سنة حيث تنوعت الفعاليات في كل سنة وتم اختيار خلال هذا العام الماراثون الرياضي العالمي الذي تخلل في إمارة أبوظبي العاصمة خلال هذه السنة وتم عقده مع عدة شركات وجهات حكومية منها الوزارة الداخلية للقيادة العامة لشرطة الشارقة لهم كل الشكر والتقدير نعم نعم نتحدث كذلك آمنة عن رمزية الدائرة الزرقاء ماذا يعني اختيار الدائرة الزرقاء أو لون الأزرق تحديدا نعم الدائرة الزرقاء تم اختياره من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدول السكري حيث أن الدائرة تعتبر تضامن الشعوب وتكاتف الدول لتضامن مع مرضى السكري أما اللون الأزرق يعبر بالسماء وهو الشعار الأساسي لعلم الأمم المتحدة وعليه تم اختيار هذا اللون له تضامن مع مرضى السكري نعم تضامن مع مرضى السكري بتأكيد تم اختيار الدائرة الزرقاء لأنها تشكل بتأكيد تعاون المجتمع بأكمله في مختلف دول العالم وأنحاء العالم مع الحقيقة مرضى السكري دائما آمنة يتم اختيار فعالية أو نشاط رياضي مثل الماراثون طبعا اللي تحدثنا عنه قبل قليل للتعبير عن فعاليات الدائرة الزرقاء كيف ممكن ينعكس اختيار هذا النشاط الرياضي أو هذه الفعالية إيجابا على مرضى السكري وتوعيتهم بأهمية الحقيقة النشاط الرياضي بالنسبة لمريض السكري طبعا نحن ركزنا على الماراثون وعديد من الرياضات المتنوعة خلال السنوات السابقة أيضا هذه السنة وذلك بسبب المرض السكري بحد ذاته ينتشر بأسباب متنوعة ومن أهم الأسباب هي السمنة والمفرطة التي تعد السبب الرئيسي لتراكم السكري في جسم الإنسان والشيء الرئيسي الذي يقدر يطور من تحفيز الهرمون للحد من انتشار مرض السكري في جسم الإنسان هي الرياضة بحد ذاتها وعليه تم اختيار الماراثون خلال هذه السنة للسعي وحث الناس وحث المجتمع من جميع الفئات العمرية بالتبوع على مضحية صحي للوقاية والتعايش من مرض السكري نعم الحقيقة يعني تتحدثتي آمنة عن السمنة واليوم على الأسف نشوف أطفال وصغار في السن وربما حتى يعفعين نجد لديهم مرض السمنة المفرطة وبالتالي يعني هذا يؤدي لمرض السكري من نوع الأول حيث نحن في الربع الأخير من السنة سنقوم أيضا بتنظيم حملة البطل الخارق في المدارس وهذه تعتبر بحد ذاتها استقطاب أطفال أو طلاب المدارس لتوعيتهم تجنب مرض السكري أو التعايش معه في حال كان المرض يعني متشر في هذه المدارس نعم والسبب الرئيسي لاختيار الحملة في هذه المدارس لحفظ حقوق الطالب المصاب السكري لممارسة حياته الطبيعي كباقي أقران الطلاب الغير مصابين صحيح الحقيقة يعني البعض قد يتساءل كذلك اختامنا هل ممكن أن أتجنب الإصابة بهذا المرض مرض السكري باتباع نمط حياة صحي ولذلك دائما ينادى وتنادي الجمعية بنمط الحياة الصحي حتى وإن كان لديه عوامل مساعدة أو مثل ما تلفظ أو يقال عنها باللغة الإنجليزية فاكتورز موجودة لديه بالضبط نحن طبعا دائما من أساسيات الجمعية وتوجهاتها بأن يتم الحث على النمط الحياة الصحية فيتم من خلال الورش التثقيفية والفعاليات الصحية المتنوعة الأسبوعية التي تقدمها الجمعية سواء على جهات الدوار الحكومية أو الشركات الخاصة أو أيضا حتى استقطاب فئات المجتمع بحد ذاتها استقطاب الجمهور حتى على منصات التواصل الاجتماعي بعمل وتنسيق ورش عمل افتراضية وذلك لتوجيه هذه الرسالة لاتباعا التغذية السليمة الصحية لدى أفراد المجتمع بالحد من انتشار مرضى السكري أو بتوعيتهم لكافية أنه كافية تضامن جمعية مع مرضى السكري نعم الآن تابع طبعا لقطات من هذا الماراثون الذي قامت الجمعية الحقيقة في العاصمة الحبيبة أبو ظبي وكذلك بتحديد على كورنيش أبو ظبي وأعود بالحديث لهذا الماراثون الماراثون تواجهت فيه عدد كبير اختامنا من الأطباء وكذلك الطواقم الطبية ما هي الغاية من وجودهم في هذا الماراثون بمشاركة الجمهور بشكل عام مصابين أو غير مصابين نحن توجهنا بعمل بتنظيم أكبر معرض صحي توفر فيه كادر طبي وكادر تمريضي وخصائيين تغذويين وكان الهدف من تواجدهم خلال المعرض الصحي في الماراثون بتوعية أفراد المجتمع في إمارة أبو ظبي العاصمة واستقطاب أكبر عدد ممكن من الجماهير المتنوعة في كورنيش أبو ظبي لتوعيتهم باتباع النماط حياتية صحية خالية من الأمراض وكافية الوقاية والتعايش مع مرض السكري وعمل الفحوصات العشوائية واستقطاب الحالات التي تستدعى للعلاج وأيضا معرفة النسبة المتفاوتة لأفراد المتواجدين من نسبة الهبوط في سكر الدم أو ارتفاع سكر الدم أو النسبة الطبيعية حيث أننا سنقوم بعمل إحصائية من بعد إن شاء الله الماراثون من بعد انتهى أن الماراثون بالتعاون مع دارة الإحصاء الحقيقة جميل جداً انتشار ثقافة عامة بين أفراد المجتمع ومختلف فئات المجتمع حول مرض أو معضلة ما هي في الأساس منتشرة الحقيقة في مجتمع دولة الإمارات فحتى يمكن اللي غير مصاب أو ليس لديه أحد من أفراد أسرته مصاب جميل جداً أنه يعني يكتسب هذه الثقافة وهذه المعرفة حول مرض السكري اختامنا يعني يمكن في كل عام والحقيقة في العام هناك أكثر من فعالية تقام من قبل الجمعية ما هي مخرجات ربما هذه الفعاليات هذه الأنشطة على مدى السنوات السابقة نعم تم التعدد في فعاليات وبرامج الجمعية خلال أجندة هذه السنة كانت سنة حافلة بالإنجازات نعم والله الحمد ومن خلالها أيضاً استخدمنا عدد كبير من الجهات أو الدائمة التي تمكننا من مساندة معهم باستقطاب أكبر عدد ممكن من كافة أفراد المجتمع للتحدث عن مرض السكري ونشر الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع نعم شكراً لتقامنا الحقيقة على وجودة هويانا اليوم كل الشكر لتقامنا أحمد لحصان سكرتير تنفيذي في جمعية أصدقاء السكري بالمجلس العلى لشؤون الأسرة بالشارقة وليس مستغرباً بالتأكيد على الجمعية أو كافة الحقيقة الإدارات التابعة للمجلس العلى لشؤون الأسرة هذه الفعاليات النوعية اللي دائماً تكون مختارة بعناية فائقة بحيث تقدم للجمهور ويكون لها الأثر الكبير جداً عليهم شكراً آمنة أكبر ترجمة نانسي قنقر